بالعاصمة أبوجا أدى الرئيس النجيري محمد بخاري اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات وجرت مرسيم أداء اليمين في العاصمة فيما يؤدي الحكام المنتخبون اليمين في عواصم الولايات وتعهد الرئيس النجيري بالمناسبة مجددا بالقضاء على انعدام الأمن والفساد مضيفا بالقول أعد بأنني سأحمل ولائي لجمهورية نجيريا الفيدرالية وسأقوم بواجبات بأفضل قدرات في احترامي للدستور ولم يحضر الحفل أي رئيس لدولة أجنبية حيث قالت الرئاسة إنه بسيط ويفترض أن يقام حفل آخر في الثاني عشر من يونيو المقبل الذي أصبح بدءا من هذا العام يوم الديمقراطية في نجيريا وكان بخاري فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي متقدما بفارق يقارب خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق